سلام عليكم تلاميذ الأعزاء في الحصص الماضية درسنا طريقة رسم المتمن ومن بعدها تعلمنا أشياء كثيرة منها قواعد الخمسة في تطور المتمن بعدها تعلمنا تمثيل الاستقباليات من بعدها تعلمنا تمثيل الفعال سواء شرطية أو مستمرة أو متأخرة أو محدودة من بعدها تعلمنا كيفية رسم المتمن إذا كان منافذ تحكم أحادي استقرار وكيفية رسم المتمن إذا كان المنافذ تحكم ثنائي الاستقرار وبعدها درسنا تعاقبات الخمسة وفي الأخير أعطيته لكم تمارينا شاملا الهدف من هذا التمرين هو تخلص من أخطاء الشائعة تلاميذي الأعزاء رأني متأكد باللي رأيكم استفدتم من فيديو 42 وفيديو 43 وكي نحويش بزاف جديدة اكتشفتها في دراسته المتمن وحاب أن تستيكم ونرى مدى التكون على هذا وش هنعطيكم نظام آلي ونطلب منكم رسم المتمن إذن هذا هو النظام الآلي كما كم تلاحظوا إذن كما كم تلاحظوا نظام آلي معقد رح نعطيكم سيميلاسيو ومن بعدها نطلب منكم أرسموا لي متمن ومن بعدها اكتبوا لي في التعليقات أسكو تقدروا ترسموا المتمن ولا لا لا تلاميذي الأعزاء حنمشيكم سيميلاسيو اشتركوا في القناة ما تقلقوش هذا المثال المركب بإذن الله بإذن الله مع أستاذ بن عربية وشحي ولي ولي بسبوسة الفيديوات الجايين كلها حركز على هذا النظام من البداية حتى النهاية حتى نخدم هذا المصنع بكل بساطة تلاميذي الأعزاء التقنيين بعد ما درسوا هذا النظام لقوا ملاحظات الملاحظة الأولى أنه النظام آلي معقد جدا الملاحظة الثانية طريقة رسم المتمن صعبة جدا والملاحظة الثالثة تجسيد والربط بين المنفذات والمنفذات المتصدرة ودار التحكم صعبة جدا لذلك تلاميذي الأعزاء التقنيين لازم يريحوش واش لازم يديرو لازم يحلو ويبحثو عن حلول أو في النهاية واش نقاول قاول أحسن حل واللي هو في ريكم واش هو الحل بسيط جدا الحل ما هو إذن الحل هو تبسيط هذا النظام معقد واجعله نظام بسيط جدا كيف يا أستاذ الطريقة بسيطة جدا هذا النظام معقد أقسمه إلى أزاء وكل جزء أصم له متمن خاص به إذن كل جزء سيصبح تعاقبا وحيدا إذن كما تلاحظون هذا النظام معقد سوف أقسمه إلى الأزاء إذن في الجزء الأول كما تلاحظون توجد رفع وضيفة الدفع الدلاء الفارغة إلى صحناء الدواء إذن هذا الجزء أسمه جزء واحد أفصله على هذا النظام الآن ويصبح أشغول رقم واحد إذن هذا الجزء ووظيفته وظيفته الدفع الدلاء الفارغة إلى صحناء الدواء الجزء الثاني وهو صحناء الدواء وظيفته تحويل الدلاء إلى مركز الأربعة المركز الأول هو مركز التقديم الدلاء والمركز الثاني هو ملء الدلاء الفارغة والمركز الثالث هو غلق الدلاء والمركز الرابع وهو إخلاء الدلاء إذن ما الذي يقوم بهذا العمل يقوم به المحارك خطوة بخطوة إذن هذا أسميه جزء ثاني من بعدها أصم له متمنه بكل بساطة أما جزء الرابع ما وظيفته وظيفته إخلاء دلاء المملوء الذي يقوم به محارك أم إذن طريقة بسيطة جدا نخدم له دفتر شورت ومبعد نصم له متمن بكل بساطة أما جزء الرابع ما الذي يحول دلاء المملوء إلى بساطة تحويل الذي تقوم بها رافعا دي إذن بنفس الطريقة نخدم لها دفتر شورت ثم بعد نعصمها المتمن بكل بساطة أما الجزء الخامس يقوم بملء الدلاء الفارقة ما الذي يقوم بدلاء الفارقة؟ إلكتروفان واحد وإلكتروفان ثنين إذن نجزأهم ونخدم لهم دفتر الشرط ثم بعد نعصمهم متمن بكل بساطة أما الجزء الرابع ما وظيفته تقديم الأغطية البلاستيكية ثم يقوم بغلق الدلاء المملؤة إذن كما كنتم لاحظوا ما الذي يقوم بهذا العمل؟ محرك أم ثنين والرافعة سي واحد ورافعة بي وش نسميهم ونسميهم بجزء أسات وحتى هذا الجزء كنت قادر نزيد نقسمه جزءين آخرين الجزء الأول وهو تقديم الأغطية البلاستيكية عن طريق محرك أم ثنين والجزء السابع وشي هو الجزء الغلق الدلاء البلاستيكية أنا أجدرت في هذا النظام قسمت هذا النظام إلى 6 أشغلات وكل أشغلات وشحن دلها نرسم لها متمن انتاحة إذن تلميذي الأعزاء بعدما كان نظام آلي معقد يصعب رسم المتمن تاعه إذن وش دررنا أول حاجة جزءناه كل جزء وش حنسميه ونسميه أشغلة وكل جزء وش نرسموه مت من خاص به إذن ها نبدأ ما خدمه لدفتر الشروطه راب راب كذلك خدمه جدول الاختيارات التليميجية من هو المنافذ بذلك هذا الشغلة المنافذ هو محرك خطوة خطوة من هو المنافذ المتصدر الذي يتحكف في المحرك خطواة خطوة هو دارة مندمج 50 سعة عشرولa حتى درسواها في باستقبل حتى Scottish تدرسوا في المستقبل والاستقباليات والشياء الي هم وبعد اختصاره انطلاقا من المناولة هيكلي هذه والدفتر الشروط جدول اختيارات sich خدموا خدموامر في المنطقة الاشغولة وهذا سنشوفه في المستقبل ان شاء الله. هذا في نسبة للجزء الاول. بالنفس الطريقة건 شديرو طلب minority الاعزاء؟ الجزء الثاني كما كنتلاحظوا الجزء الثاني هو اشغولى ثنين. واشي اسم هذه اثنين هي اشغولى تقديم الديلاء الفارقة الحسنتم healthcare Darren الطريقة. هذه المناولة هيكليةったçeها ومن بعدها خضمو لها دفتر الشمروان. الفترجها جدول اختيار انطلاقا من منphrه واحد كلية ومن تلاحظوا متمن بسيط جدا يحتوي على ثلاث مراحل. مرحلة عشرين هي مرحلة توقف. مرحلة واحدة عشرين هي خروج الساقة رفعة. ومرحلة تينين وعشرين هي مرحلة الانتظار. ونحن نعرفون بالتفصيل. نحن نفهموا اش معانتها النيداء. وش معانتها الجواب. وش معانتها اكس تينين وعشرين. وش معانتها نيداء من الاشغولة. واذا تشغيل الالي الى اخر. هذو كم من اجمعها هم بسبوسة ان شاء الله. احنا وشرنا هدف تعنا. هدف تعنا حنوضو متمن تنسيق الاشغولات. روحوا بنفس الطريقة. بنفس الطريقة. الاشغولة رقم ثلاثة. اللي هي ملء الدلاء. بهذا الشكل. بنفس الطريقة خدموا لها دفتر الشرور وجدول اختيارات. انطلاقا من مناولة الهيكلية ودفتر الشرور وجدول اختيارات. رسمو لها المتمنتحة ومتمنتحة وبشية. ترقيم ثلاثين. لماذا ثلاثين? لانه اشغولها رقم ثلاثة. بنفس الطريقة راحون اشغوله اربعة. كما كم تلاحظون. كتبوا رقم اشغولة اربعة وعنوان تحية اشغولة غلقة دلاء. خدموا لها دفتر الشرور وخدموا لها جدول اختيار. ورسموا المتمن اشغوله اربعة. جماعة ما تقلقوش. هذو احنا نعرفون في المستقبل. بنفس الطريقة راحون الجزء ارقم خمسة. كما كم تلاحظوا جزء الرقم الخمسة. هي اشغلها خمسة وش اسم هذه الشغلة هي طريقة لترقيل شغلة رقم واحد خدم لها دفتر شروط وجدول اختيارات ومن بعدها وش رسم لها المتمان؟ واخر حاجة وش وبق انا هي الجزء الاخير اللي هو شغلة رقم ستة او اشغلة رقم ستة وهذه وش واضفتها تحويل ديلاق رقم اثني؟ بدفس الطريقة وش خدموا لها؟ خدموا لها دفتر الشروط وجدول اختيارات ونطلاق من هذه الامور الاساسية وش ارسم لها رسموها المتمن طريقة بسيطة جدا تلاميذ الأعزاء رحين تسألوني السؤال وشي هو تقول لي يا أستاذ بعد ما كان نظام معقد قسمناها الأجزاء كل جزء سمينا سميناها أشغولة كل جزء سمنا له متمن أشغولة سؤال مطروح شكون هي الأشغولة الأشغولة التي تبدأ لولا هل هي أشغولة واحد ولا أشغولة اثنين ولا ثلاثة واربعة مشي شرط أنه كنقول لك أشغولة لولا تبدأ هي لولا قادر أشغولة خمسة هي اللي تبدأ لولا ثاني حاجة هل هي تسألني سؤال تقول لي أستاذ الأشغولة لولا قادر تمشي مع أشغولة ثنين وأشغولة ثلاثة في آن واحد ولا أشغولة ثلاثة واربعة وخمسة قادر يمشي مع بعضهم إذن شكون ينسق ما بين الأشغولة إذن الإجابة بسيطة جدا وهي درسة تعنا إذن تقنيين بعد ما قسموا النظام لعدة أشغولات والأشغولات اللي قسمت أشغولة ستة أشغولات إذن أشغولة لولا ها اسمها تدوية الصحن ضواء من بعدها كي تنتهي أشغولة تدوية الصحن اللي وقابلة تحنيها التدوية وش هاي سترجمعها راح تنشر أشغولة ثنين وشغولة ثلاثة وشغولة ربعة وشغولة خمسة في آن واحد حي يمشوا في آن واحد كما شفناها في السيميلاس أشغولة تقديم وشغولة الملء وشغولة تتغلق وشغولة تحويل يمشو معها من بعدها كل أشغولة عندها مرحلة الانتظام بس كو هذا وجه 먹고 تعاقب خطين متوزنة كمش في ناحي صالي ماضي وشمع أنتها تعاقب مع أنتها أشغولة ثنين وثلاثة وربعة وخمسة يمشو في آن واحد ولازم كل أشغولة عندها مرحلة الانتظام وشمع أنتها ما شمع أنتها كتمتها stewart كما تهتنيا أشغولة ثنين مش مش معنتها إستغلطين لغلق الانتهد و 5-6 مرحلة للانتظار. مش معنطها اشغلة انتظار. كيتنشط أو ربعة أو لء، وصكلة معينة وصكلة و findsة وصكرة شرط محاقق لSON. طالما تشين مرفعا القزUC د 근�. أهلا ن disappears S2، هنفخ التراتيين Yeah headquarters , كل تمكن نلمستج 노ق على الأعمال و Jaime حتما ت cub integers � southwest. اهلا ثم أقل الشرط الثمي للتنريةية ويبدأ يتكرر الآن مرة على حسب الدلاع تلاميذ الأعزاء التقنيين بعدما جزئوا نظام آلي إلى إجزاء وكل جزء خدموا للأشغلات وبعدها خدموا متمن تنسيق الأشغلات وهذا المتمن يعطى منطرف الصناع ما يعطى منطرف الصناع وبعدها تأتي أسئلة سنشوفها في الفيديو وإيش هي الأسئلة المتعلقة بتنسيق الأشغلات بعدما خدموا تنسيق الأشغلات زادوا خدموا متمن آخر سندرسوا في الحصة المقبلة إن شاء الله هكذا المتم من يجسامه متمن قيادة وتهي انتوني عقل من اسمتها متمن قيادة معانتكين أكثر من طريقة القيادة كما هنا كما تلاحظوا مرحلة هي مرحلة توقف ميجدة هنا هذا وأشي هو التفرع هذا التفرع أو معانا mejor كان احتمال أول أو احتمال ثاني يعني فكان احتمال قيادة الأول وكان احتمال قيادة رقم ثنين إذا كما كنتم تلاحظوا الفيديوعة اوتو واشي معانتها؟ مرش مع نمط اوتو معنى نظام الي يمشي مية واحد وبعدها مية واثنين. بعدها كي يوصل مية وتلاتة وش معانا تشغيل الآلي. وش يصرى هذا النظام الي وش معانا كميت من الانتج العادي. كي تنشط واحد وين طره كي ازنين وتلاتة واربعة وخمسة ينشط مع بعض. كي يكامل هاد وين يروح ترحه ستة. نظام الالي ما يتوقفش يزيد عاود يرجع الواحد ويبقى يمشي بدون توقف. اذا هذا نمط الشي نسميه نمط آلي مع انت يخدم لك دلول والثاني والثالث ورابع وخمس والسادس والسابع وكتى يتوقف حتى تنشط مية واربعة اللي هي مرحلة توقيف نظام آلي. لازم تضغط على آآ. تنشط مية واربعة. نظام آلي يوصل نظام يوصل آخر مرحلة كيوصل مرحلة الشغلة ستة يتوقف تلقائيا. اذا نمط هذا نسميه نمط أوتو. كما هناك نمط الثاني مية وخمسة وشي هو اليوسيكل بارسيكل. لو كان نشط مية وخمسة وشي حيصر تلميذي الاعزاء. تنشط أشغل لولا. بعدك يتكمل. تنشط ثنين وثلاثة واربعة وخمسة في آن واحد. بعدك يكمل. تنشط أشغل ستة. بمجرد تكمل أشغل ستة حيث توقف تلقائيا. مع انت يخدم لك غير دلو واحد. يخدم لك دلو واحد. نمط أوتو يخدم لك أن دلو على حساب وكته تضغط على آآ. هذا يسميه متمن قيادة قيادة والتهيئة. وش معتها تهيئة؟ يهيئ النظام ويرجعه للحالة الابتدائية ويهيئ متمن إنتاج العادي ويعطينه الإقلاع حنشوفوه في حصال مقبلة ان شاء الله. بعدها تلميذي الاعزاء. تقنيين بعد ما خدموا متمن قيادة والتهيئة زادوا وخدموا متمن آخر يسمى متمن الأمن. عندما لقى من اسم تاه وبين وش وظيفة متمن الآن معتها يؤمن النظام. وش معتها يؤمن النظام؟ في حالة وجود خلل أو توقيف الاستعجالي أو حادث المصنع وش يدير يتوقف النظام. إذن بما أنه في النظام كاين يتشغيل يتوقف. إذن على هذا المتمن شاء تلقوا في مرحلتين قادرة تكونوا أكثر من مرحلتين. مرحلة ميتين هي مرحلة توقف بسبب وجود خلل ومرحلة ميتين واحدة هي التشغيل عادي. إذن مرحلة ميتين وكتهت تنشط إما اعتي واحد مع فرط حملة في المحرك الأول أو فرط في الحملة في المحرك الثاني أو توقيف الاستعجال. كيتحقوا هذا الشروط تنشط ميتين وحيتوقف النظام آلي وهذا المتمن حنا نعرفه في الحصة المقبلة. إن شاء الله ما تخلقوا شجمعاته كامل سهلين. إذن درس تعني أنه بش حيتعلق رح يتعلق بالمتمن تنسيق الأشئولات. إذن تلميذ الأعزاء وش هي الأسئلة اللي قادة جيكم في المتمن تنسيق الأشئولات. رح نعطيكم كل شي بالتفصيل. بإذن الله هذا الدرس الشاح يولي يولي بسبوسة. إذن تلميذ الأعزاء حصة 44 خاصة بمتمن تنسيق الأشئولات بالتفصيل. تلميذ الأعزاء كما شفنا من قبل هذه السلسلة تحتوي على 12 فيديو كملنا حصة 43 اليوم ديروا حصة 44 وربي قدرنا أنكملوا هذه السلسلة المتميزة. فاصل ثم نواصل. إذن تلميذ الأعزاء درس تعنا وش وهو متمن تنسيق الأشئولات والله نسميه متمن إنتاج العادي. من بعد نعرفه ليه سمو متمن إنتاج العادي. تلميذ الأعزاء بهنفهم ومليهم ليه وش هح نديره وش هح نديره السيميل العصير. إذن هذه المناولة هيكلية وهذه وش هي وقيم طار التحكم. كما كم تلاحظوا لوحة التحكم هذه وش فيها. فيها مبادلة فيها ام و ار. ام وشمعتها التشغيل و ار اللي هو توقف. وفيها مبادلة ثانية لنمط التشغيل. كما هنا كان هنا نمط اه لي اوتو ولا نمط ثاني مانيال. اللي هو يدوي هذا وحنا عارفوه في المستقبل في المتمن القيادة والتهيئة. كما كم تلاحظ هنا ار الديرجونس ومعنتها توقف استغلالي. هذي اينيتش معنها تهيئة نظام بطريقة اه يدوية. وكما كم تلاحظوا هنا اياه ثنائية الضوئية. اذا ثنائية الضوئية هذو وش وظيفتهم. كما هذي دي زيرو و سي زيرو و بي زيرو ام. هذو وش يمتع كونتيسيو انيسا. كيعدوا شعرين يبينوني بالنظام هراهو مهيئ في حالة راحة. كما مثلا رافعة سي واشو ثقعت على سي زيرو معنها تenses داخل في حالة راحة. على هذه السي زيرو راحو متوهج. كما رافعة الثانية رافعة بي ساقطت داخلها ضغط على بي زيرو على هذي بي زيرو متوهج. كما مثلا رافعة دي ضغط على دي زيرو. كما دي زيرو وش معنها? راح ده في حالة دخول. وكما هذال اه متوهج. شمعنتها? هذا لكابتول امرهو مغلق في حالة راحة. هذو مع بعض السميمهيئة. هنا الآن تعرف باللي راه النظام كل شيء مهيئ وكل شيء في حالة الابتدائية. كما كما تلاحظون هي ضوءية V1 و V0. هذا شيء بيني الخزن هل هو ممتلئ والله فارق. كما هنا V1 شعل بلون لحظة معانتها ممتلئ. لو كانت تشعل V0 بلون لحما وش معانتها الخزن راه هو فارق. معانا التقنية يعرف باللي راه خزان فارق. رحوا لي بعدها RT1 RT2 هي ثنائية ضوءية تعال مراحلات الحرارية تعال المحركات. كده عندي هنا محرك لا تزامن. عندي محرك M1 وعندي محرك M2. كما RT1 شعل بلون لحظة معانتها ما كشفرت في الحمولة في المحرك الأول. وآتي الثانين شعل بلون لحظة معانتها ما كشفرت في الحمولة في المحرك الثاني. لو كان يشعل ارتي واحد بلون لحمر معانتها عندك مشكلة في محرك M1. وزيد ونسناه واشتراكم تلاحظوا M و R. M هي التشغيل و R التوقف. M راه شعل معانتها راه M في وضعية واحد. لو كان تشعل معانتها رك وقفت النظام. وهذا مختلف الضواغط نستعملهم في اختبار المنفذات. هذا وحنا عارفهم كامل بالتفصيل ان شاء الله وكامل يقول له بس بوسع. تلميذي الاعزاء روح نشغلو التركيب. اذا متمن تنسيق الأشغولات. شكونا حتمشيلونا. هي اشغولة واحد. ركزوا معان له. كيتون شرط اشغولة واحد واش فيها تدوير الصحن. وهذه الاشغولة واحد كما كنت لاحظوا خطين متوازيين. واش معانتها في وسطها كين متمن احنا نرسموه في الحصص المقبلة نرسموه متمن اشغولة. كيتون شرط لما اشغولة واحد واش حي سرى? واش فيها تدوير الصحن معانتها? اول اشغولة تبدأ هي تدوير الصحن. اش كون يقوم بهذا العمل اللي وموتور با ابا? ركزوا معي مليحة واش يسرى? اشغولة تدوير الصحن الضوار واش وظيفتها? حولت الدلاء الى مركز اربعة. هذا دلو اللي كان فارغ راح امام مركز المل لكي يملأ. ودلو الهو مغلق و هنا راح ام امام مركز الاخلال. اذا من بعدها هذه الاشغولة عندها نهاية التدوير. معانتها كي تخلص نهاية التدوير واش راح يصرها? حتنشط اشغولة ثنين وثلاثة وربعة وخمسة في آنين. واحد كماك بتلاحظه ثنين وثلاثة وربعة وخمسة. واش حت بتلاحظه? تلاحظو باللي echوب اللي واش تدير? تقديم الديله العل Liter وفي الناس لوقت ہوش يسرى الملء? وفي الناس لوقت ہوش يسرى يسرى الاخلاء. راح نمشيكم وشوفوا. رقزوا معي مليح. كما كم تلاحظوا كملة اشغولة اثنين وشغولة خمسة. من بعدها وش كملة اشغولة واخر اشغولة اربعة. كل اشغولة وش عندها عندها مرحلة الانتظار. لماذا? لانه تعاقبه. انها يتعوه لازم ينتهي بمرحلة الانتظار. اذا هذي اشغولة اثنين لازم لها مرحلة الانتظار. وشغولة ثلثة لازم لها مرحلة الانتظار. اشغولة اربعة مرحلة الانتظار. وشغولة خمسة مرحلة الانتظار. وهذه مرحلة الانتظار وانها تسمينا ثمين ثお願いします لانه جاء من ثلاثة ثنين ورحها لاشغولة ثلثة. كما هذه ثمين ثلاثة لازم جاء من ثلاثة ورحها لاشغولة ثلتة. كما هذه صناดب ارادها جائ هذي من ثلاثة backedط stages 4 ورحها ست. كما هذه خمسة اثنين جاء من خمسة ورحها لجاء�別 Noveجرية أشغالة ستة ووظيفتها يخلق الدلو يعني ما معناته هنا يمشي البساط شوف ركزه معامله بعد تلميذي الأعزاء كي تتكمل أشغالة رقم ستة راح ترجع الأشغالة رقم واحد ويبدأ التكرار إذن تلميذي العزيز فما هو متمن تنسيق الأشغالات إذن متمن تنسيق الأشغالات بكل بساطة هو متمن ينسق بين الأشغالات بطريقة آلية متكررة مع أنك يتصل ستة زيتها أو تعاود بعد أنك يتصل ستة زيتها أو تعاود إنتهي أقل ماتمن القيادة والتهيئة ونمط القيادة تهدف هذا الماتمن تنسيق الأشغالات يهدف إلى ماذا؟ تهدف إلى إنتاج المادة مصنعة ويرمز لها بجي بي يعني غرافزات بروديكسيو نورمال إذن يا جماعة متمن تنسيق الأشغالات نظام مشاهدة في حالة تصنيع وشمعات حالة تصنيع تحويل المادة أولية إلى مادة مصنعة على هذي شي سسميه هذا كامل متمن تنسيق الأشغالات سسميه متمن الإنتاج العادي على هذا الشيء يسميه متمن إنتاج العادي لأنه النظام في حالة الإنتاج تلاميذي الأعزاء بعدما كملنا محاكاة متمن تنسيق الأشغولات وعرفنا وشي هو التعريف تعه وعرفنا على سميناه متمن إنتاج العادي الآن يأتي جزء الثاني واللي هو الأسئلة المتعلقة بالمتمن تنسيق الأشغولات نبدأ بأول سؤال وشي هو ما هو دور مرحلة X1 سؤال ما هو دور مرحلة X1 أو X2 X3 X4 X5 X6 كي تلقى مرحلة X وفيها رقم واحد معنتها رأي يسأل فيك على متمن إنتاج العادي كي تلقى X فيها رقمين مثلا X13 14 15 رأي يسألك على متمن تنسيق الأشغولة كي يمدلك X فيها 3 أرقم مثلا X100 X101 X102 معنتها يسألك على متمن قيادة والتاهية كي تلقى مرحلة فيها X200 X21 X21 X22 X22 X2 X2 X22 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 معنتها يسألك على متمن الأمن احنا وش احنا نبدأ واران ننظر في المتمنى انتاج العادي والله متمنى تنسيق الاشغولات هيا نبدأ ما هو الدور مرحلة X 1 هيا نبدأ باول سؤال قالكم ما هو وظيفة مرحلة X 1 اذا يقصد هذي وش هو الفعل الموجود فيها اللي هو التدوير الصحة اذا وظيفة مرحلة واحد هو التدوير الصحة وهذا التدوير الصحة نجمع كما كم تشوفوا هذه مرحلة تحتوي على خطين متوازين هذي نسميوها اشغولة واحد ولا نسميوها مرحلة شاملة لانه في وسطه وش كين متمنى كما كنتلاحظو هذه هي واحد وهذه القابل ياتيح X12 في وسطه وش كين X 10 و X 11 و X 12 اذا هذا وش هو متمن خاص بالمرحلة الشاملة اللي هي واحد ولا متمن خاص بالاشغولة واحد بنفس الطريقة قاد يجيق سؤال ما هو وظيفة مرحلة الثنين ما هو الفعل تحتها واللي هو التقديم اذا المرحلة مرحلة الثنين وظيفتها تقديم دلاء مثلا بنفس الطريقة مرحلة اثنين هي مرحلة شاملة تحتوي على متمن بهذا الشكل. والحصص الى جاي ان شاء الله. تعلمو نارسمو المتمن في الاشغولات. راح يمد لك نفطر شروط وجود الاختيارات وتعصم المتمن بطريقة بسيطة جدا. روحوا لي بعدها. مواضحة مرحلة ثلاثة. مرحلة ثلاثة وش هي هي ملأة ديلة بنفس الطريقة. هي مرحلة شاملة تحتوي على عدة مرحلة. كما هذه مرحلة شاملة ثلاثة وش فيها? فيها مرحلة مثلا من واحدة تلاثين حتين تلاثة وتلاثين على حسب المتمن انتح. هذه العقام متغيرة شمع قادرة تتوصل ربعة وتلاثين خمسة وتلاثين سبعة وتلاثين الى اخر. حسب متمن الاشغولة وش كده كنا? مرحلة. رحوا بنفس الطريقة. ربعة مرحلة غلق الدلاء بنفس الطريقة هي مرحلة شاملة. كي رحوا المتمنة حنلقوهم مجموعة من المرحل. لو كن رحوا نشوف هذي ضفطر شروط اشغولة اربعة. نلقوا باللي فيه مرحل كثيرة الى غاية مرحلة ثمانية واربعون. بنفس الطريقة مرحلة خمسة وش هي وش دورها? هي تحويل الدلاء من اه صحنا الدوار الى البيسات وحن نشوفها في المستقبل ان شاء. اذا مرحلة خمسة هي مرحلة هي اشغولة تحتوي على مراحل متسلسلة. اذا ما وظيفة مرحلة خمسة هي تحويل الدلاء. واخر مرحلة اللي هي ستة وش هي وظيفتها تحويل دلاء رقم اثنين. اذا كما كنت تلاحظوا ستة هي مرحلة شاملة تحتوي على مجموعة من مراحل من ستين حتين اثنين وستين. هذو جماعة كاملة احنا نتعلمو نرسلوهم كامل بتفصيل. وكما وعدتكم النظام الآلي هذك المعاقد شو لي بسبوسة يولي لك حاجات تافة اخلاص وتكوين تاعكم حيكون تكوين عالي 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 درجة ما تصوروهاش. هيا تلميذي الاعزاء نكملوا باقي الاسئلة. رحوز لي بعدها سؤال لي بعده ما هو الدور مرحلة اكس اثنين ستة. قليجك سؤال ما هو الدور مرحلة اثنين ستة ولا ثلاثة ستة ولا ربعة ستة ولا خمسة ستة. اجابة بسيطة هذي يسميهم مراحل انتظاء. وانت لقى مرحلة وحدها فارغة نسميها مرحلة الانتظاء. وبما انه عندي هنا تعاقب واو عندي خطيني متوازين. تفهمنا بل كيعد عندك بنية متزامنة. لازم كل فرع يبدأ بمرحلة ولازم ينتهي المرحلة. تخيلوا لو كان ما ديوش مرحلة اثنين ستة وش يولي التعاقب هنا. يكمل بالاستقبل لنهاية التقديم. وهذه حالة ممنوعة ممنوعة ممنوعة. اذا في ال leur قاتل تعاقب واو. يجب ان يبدأ بمرحلة اثنين لازم ينتهي. علىligين لازم ينتهي مرحلة.لا نجيبه المرحلة في رائحة. اذا هذه المرحلة من جاية? جاية من اثنين نسميها ثنين. لما هذه رايحة المرحلة ذات ستة نسميها ثنين ستة. كما هذه المرحلة ثلاثة الستة. من جاية؟ جاية من اثنين ستة. لما narayحة ا X 2.6 الى غاية مرحلة Muslim X 5.6 هذا هو كامل ماذا تسمى مراحل انتظار لماذا ?? هذه كاملة لون نتمكن مراحل الانتظار لماذا لان هنا هنا كيف تسعين تعاقب وكل تعاقب لازم ينتهي مرحلة الانتظار إذا نكتب مع بعض ووظيفة هذه المراحل هي مراحل الانتظار له لازم ند wyk مراحل الانتظار قادرة هذه تسبق وتبقى تستيب ان شغوله 3 و 4 و 5 كينشطوا هذا في ربعة مع بعض بيه تطور المتمين من مراحل هاته معه بعض الى اشغالا ستة كي تنشر اشغالا ستا يتخمر هذا المراحل هاته مع بعض هذا بنسبة السؤال رقم اثنين قعد يجيكم السؤال واحد اخر وشي يقولكم ما هي الاستقبالية التي تعوض نهاية التدور كم اهنا لا يشينا نهاية التدور نهاية التدور هي نهاية الاشغال واحد وش هي الاستقبال انقدرنا نعوضها هلي اي Alexandria x13 x14 x25 x27 الى آمن ولا قعد يجيكس سؤال واحد اخر ما هي الاستقبال الاستقبال التي تعوض نهاية المال الى اخر. مع انت هناك ده كين سؤال كين ست اسئلة. سنجاوبكم عنهم بالتفصيل. هيا نبدأ للتناميذ الاعزاء. نبدأ السؤال كيقولك ما هي الاستقبال التي تعوض نهاية التدوير. انت وش الدين. هذي نهاية التدوير وش هي هي نهاية اشغالة واحد. اروح ابحث عن اشغالة واحد اللي اعطاها لك في الاسئلة. اذا كما كنت لاحظوا اشغالة واحد. وش هي اخر مرحلة موجودة فيها? هي مرحلة اثناش. اذا هذه هي نهاية التدوير. ن 그럴 Odyssey. اذا هذه واحد. هي نفسها هذه. وهذه نهاية التدوير. نعوضوها بrating gest Ling2. اذا كما كنت لاحظوا نهاية الاشغالة واحد هي X12. اذا نكتب مع بعض. الاستقبالية التي تعوض نهاية التدوير هي X12. هي اخر مرحلة من اشغالة واحد. اذا نكتبها هنا ياque ass12. تلميذي العزيز قاسدتي سؤال ايявani لكني يقولك ما وظيفة X12؟ هي صح نهاية التدوير. اذا era ماذا وظيفتها؟ X12 عندها زوج وظائف لازم تكتبهم معابا. إذن X12 ونسميها جماعة؟ كما كنت لاحظوا X12 هي مرحلة فارغة بدون أفعال. نسميها مرحلة الانتظار بالنسبة للأشغولة واحد. والله نسميها مرحلة نهاية الأشغولة رقم واحد. بس كولاك تحقق X12 تنتهي أشغولة واحد. هذا بنسبة المتمن أشغولة واحد. وبنسبة المتمن إنتاج العادية يا جماعة ركزهم على يمليح. X12 ماذا وظيفتها؟ X12 كيت تعد تساوي السفر. وتدوية صح المناشطة ما يطورش المتمن. ما تنشط لا ثنين لا ثلاثة لا ربعة لا خمس. إذا كانت X12 تساوي واحد. شوفوا معي عليه. كيت تساوي واحد أشغولة محققة وأشغولة واحد محققة ما الذي يحدث؟ تنشط اثنين وثلاثة وربعة وخمسة وتخمل أشغولة رقم واحد. إذن وش وظيفة X12 تساهم في تطور متمن إنتاج العادي من أشغولة واحد إلى تشغيل متزامن بين أشغولة ثنين وثلاثة وربعة وخمسة. إذا نكتب مع بعض. إذن X12 هي مرحلة الانتظار. ولا نسم يوم مرحلة نهاية أشغولة واحد. وكما كنت شوفوا هي فيها رقمين. رقم هذا هي رقم المرحلة الثنين ورقم العشرة هو رقم الأشغولة. والتعريف الثاني يجب أن تكتبه هو المهم بزاق. وروح وشوف المتمن إنتاج العادي وشوف X12. وش راكم تلاحظوا باللي استقبالية بين أشغولة واحد وبين الثنين وثلاثة وربعة وخمسة بتشغيل متزامن. بسكو هنا وش عطالي خطين متوازين. إذن وش نقوله تساهم في تطور متمن إنتاج العادي من أشغولة واحد إلى ت أشغيل متزامن بين الأشغولات ثنين وثلاثة وربعة وخمسة. هذا بنسبة القابلية والله. هذا بنسبة الاستقبالية التي تعوض نهاية تدور وش وظيفتها. روحوا لي بعدها تلميذ الأعزاء. قد يسألك سؤال ما هي الاستقبال التي تعوض نهاية التقديم نفس الطريقة. نهاية التقديم هي نهاية أشغولة ثنين. روح أبحث عن أشغولة ثنين. وم بعدها شوف إذن آخر مرحلة لياها X22 مع أنت هذه X2. وش هي نهاية تحوش هي استقبالتها X22. معتها نقض نعوض نهاية التقديم ب X22. وكيف سألك السؤال ما وظيفت X22؟ وش تجاوبوا؟ تقولوا هي مرحلة الانتظاء بنسبة أشغولة ثنين. ولا تقدروا مرحلة نهاية أشغولة ثنين. هذا بنسبة الأشغولة ثنين. وبنسبة المثمن الإنتاج العادي وش تدير X22 تساهم في تطور مثمن إنتاج العادي من أشغولة ثنين إلى مرحلة الانتظاء ثنين. تبدأ الدور ليس كما X12 وكما X22. سنكمل مع بعض X22. كما كما تلاحظون. هذه هي X22. X22. لو كان يتحقق X22 وش حيصة؟ ستخمل مرحلة ثنين وتنشط مرحلة ثنين ستة. إذا نكتب مع بعض. مرحلة X22 هي مرحلة الانتظار ولا نهاية أشغولة ثنين. وش وظيفتها في المثمن الإنتاج العادي؟ تساهم تطور مثمن إنتاج العادي من أشغولة ثنين إلى ثنين ستة. لماذا؟ لأن X22 ولات استقبالية بين أشغولة ثنين ومرحلة الانتظار ثنين ستة. رحوا لي بعدها يقول لك ما هي الاستقبالية نهاية المل. بنفس الطريقة. نهاية المل. وش هي هي نهاية أشغ أشغولة ثلاثة. إذن نهاية المل. وش هي الاستقبالية نقدر نعوضها بالآخر مرحلة هي X32. إذن وش هي الاستقبالية نهاية المل هي X33. إذن X33 جمعها. شو تدورها في المثمن الإنتاج العادي؟ كي تنشط المرحلة أشغولة ثلاثة ونهاية المل تستيقل واحد منطقة. وش حيصة؟ تنشط مرحلة الانتظار ثلاثة ستة وتخمل أشغولة ثلاثة. إذا نكتب مع بعض. X33 هي مرحلة الانتظار أو نهاية نسبة الأشغولة ثلاثة. وش وظيف تساهم في تطور مطمئن الإنتاج العادي من أشغولة ثلاثة إلى ثلاثة ستة. ولات الاستقبالية بين أشغولة ثلاثة ومرحلة الانتظار ثلاثة ستة. نكتب مع بعض. تساهم في تطور مطمئن الإنتاج العادي من أشغولة ثلاثة إلى مرحلة الانتظار ثلاثة ستة. روحوا لي بعدها نهاية الغلق. كما كم تلاحظوا نهاية الغلق هي الاستقبالية تعويش تعال أشغولة ربعة. معتها لازم نجيب مطمئن أشغولة ربعة. وأكيد مطمئن أشغ او ربعين. اذا نستطيع التعويض نهاية الغلقة. بالمرحلة الآخرة اللي هي اكس ثمانية او ربعين اذا نهاية الغلقة وش نكتب عليها اكس ثمانية وربعين. اذا اكس ثمانية وربعين كما كنت تلحظه هي ولا استقبالا هي بين اشغولة ربعة وربعة ستة. مع انها يتعد اكس ثمانية وربعة تسأل و واحد منطقي انا Merry to be a Miniisure toilla to short of time Foundation covered by it. تكون منشطة بهذا الشكل. كي اكس سمانية ربعين تنشط احتون شرطة ربعة ستة وتخمل ربعة. اذا نكتب مع بعض اكس تمنية ربعة هي مرحلة الانتظار او مرحلة نهاية الاشغولة ربعة. واش وظيفتها تساهم في تطور مطمئن الانتاج العادي من الاشغولة ربعة الى مرحلة الانتظار ربعة الستة. روحوا لي بعدها. ما هي الاستقبال التي تعود نهاية التحويل? اذا نهاية التحويل هي نهاية الاشغولة خمسة. لازم نحضر اشغولة رقم خمسة. ونشوفوا اخر مرحلة. كما تلاحظون اخر مرحلة هي اكس ثلاثة وخمسين. معنطها هنا في نهاية التحويل. اوнь نكتبه اكس ثلاثة وخمسين. نقول penser ان نهاية التحويل تعوضه إستقبالية اكس ثلاثة وخمسين. وكما كون تلاحظوا اكس ثلاثة وخمسين هي استقبالية بين اشغولة خمسة ومرحلة الانتظار 5ستة. اذا what wazifتها? تساهم في تطور من 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 اشغولة خمسة الى. خمسة كتوا ان اكس ثلاثة و haul ONE نكتب مع بعض كما تشاهدم تستعمل في تطور من إنتاج العديد من عشور 5 relatively 50 إلى مقه Totally 5 Y Q والأخر مرحلة استقبالية والأاستقبالية هي تحويل مقه quellesio 2 كما تلاحظوا бой أي نهاية جديدة مقهScript إذا نظر� llega consciousness هالك في سيئت وسيئتها هي X62 إذا نكتبه هنا X62 موظفة X62 كما كنتلاحظوا هي مرحلة الانتظار والله مرحلة نهاية أشغلاء 6 ومرحلة 62 هجمع كنت نشطها تولي واحد منطقي وشح يطور المتمن يطور من أشغلاء 6 لمن يروح يروح الأشغلاء رقم 1 إذا نشو وظيفتها تساهم في تطور متمن الانتاج العادي من أشغلاء 6 إلى أشغلاء 1 كتعود أشغلاء 6 منشطة ونهارا يتولي X62 تسوي واحد منطقي في القواعد تطور متمن وشح يصر رح تنشط أشغلاء 1 وكي تنشط أشغلاء 1 وشح يصر أشغلاء 6 رح تتخمّل هذا بنسبة للأسئلة حول الاستقبالية تلميذي عزيز كينا ملاحظة أخرى وش هي في ركوب أن في متمن تنسيق الأشغلات لا توجد مرحلة ابتدائية حاوصلوا على مرحلة ابتدائية هنا ما كان حتى مرحلة ابتدائية وعلى بعدنا من قبل أي متمن لازم تكون في مرحلة ابتدائية وفي شرط التطور وش قلنا في المتمن لازم ننتظر مرحلة ابتدائية ولازم تكون منشطة طبعاً في الحالة التطرحة بيسمحنا تطور متمن إنتاج العدي بيطور متمن إنتاج العادي لازم مرحلة السابعة تكون منشطة والقابلية وش لازم تكون محققة يطور بما أنه هنا ما كانت مرحلة للانتظام وش معناته؟ معناته هذا كل مراحل خاملة كما كنت متلاحظو هذا كامل مراحل خاملة سؤال مطرعه كيف يتطور متمن وكل المراحل خاملة إذن كل أشغلات خاملة وهنا لن يتطور متمن إذن وش هو الحل المناسب الحل وش هو يوجد متمن آخر كما شفنا في بداية الحصة متمن قيادة والتهية هو الذي يعطي الأمر تهية لأحد الأشغلات أو لأحد مراحل معينة إذن شاني حاب نوصل لكم ميساج أنه متمن إنتاج لعادي كل مراحل خاملة لازم له متمن آخر مساعد يعطي له الانطلاق يعطي له الإقلاع لازم أن يرشط له على أقل مرحلة أو أشغل معينة هذا المتمن هو نسميه متمن قيادة والتهيئة لا يسميه تهيئة يهيئ متمن تنسيق أشغلات ويهيئ النظام الآلي ويحقق كونديسيو انيسيال تلاميذ الأعزابات تفهموا لازم تجيبكم متمن قيادة والتهيئة إذن هذا المتمن وش يسمينه متمن تنسيق الأشغل يسمينه جبيان حوصلوا على كلمة جبيان في المتمن قيادة والتهيئة كما كنتلاحظوا مرحلة 102 من متمن القيادة والتهيئة فيها اي اي ووش معانتها معنى تهيئلي جيبيان ووش معانتها متمن إنتاج العادي ووش تهيئلي ووش هي الأشغلة التي تهيئلي اللي يلات خليها لي يتمشي هي أشغلة واحد. إذا نجمع كل نشاط اشغلة واحد ونهات تدوير تولي واحد وش عيصاص يبدأ يطور متمن إنتاج العادي ويكمل كل أشغلة ويرجع إلى أشغلة الأولى. إذا نشن قلوه متمن إنتاج العادي عيوبه أن كل شيء فيه مخمن. شكو ينشط له أحد الأشغلات ولا ما راحل هو المتمن قيادة عن طريق ماذا عن طريق امر تهيئة اي صلاح جي بيان واحد وهذا السؤال راح نديروه اليوم لازمنا نتعلمو كيف نخرجو هذا الامر اذا تلاميذي الاعزاء كي تنشط مرحلة اكس مياه واثنين ايه هيأ لي وش هيأ لي هيأ لي جي بيان واحد اشمعتها اشغلة واحد كي تهيأ اشغلة واحد اشمعتها بهذه منشطة وبعدها تمشي اشغل التدوية الصحن وبعدها هي التدوية كي تولي محاققات تنشط اثنين وثلاثة وربعة وخمسة في انين واحد وتخمل واحد وبعدها متمن تنسيق الاشغلات وش يدير يبقى يطور حتى ان يوصل اشغل السته وبعدها زيد يرجع اشغل الواحد ويبقى يطور 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 حتى نضغط على توقيف اللي هي مرحلة اكس مياه واربعة حنعرفوها في المستقبل هنا وش راح نديروه في حصة نتعلمو كيف نخرجو امر التهيئة تلاميذي الاعزاء هنا وصلنا اخر حاجة في المتمن انتياج العادي كيف نستخرجو امر تهيئة من متمن قيادة والتهيئة الى متمن انتياج العادي جبتكم ست ا امثلة ولا سبع ميلا كل مثال حنخرجو اذا نبدو في المثال والتعنى هذا اللي درناه جماعة كيف هنخرج امر التهيئة صادم من متمن قيادة والتهيئة اللي متمن انتاج العادي طريقة بسيطة جدا ابحث عن الاشغلات الرأسية اللي تلقاها هي جيالولة كما هنا اشكرني اشغلات جيالرأسية هي اشغلات رقم واحد اذا انا وش نكتبو بما انه اشغلات رأسية كينة واحدة باركية ايكس واحد اذا امر تهيئة وش نكتبو ركزو معي ميح اذا اش نكتبو ايه هيئة لي وش اسمه هذا اسمه جيبيان جيبيان نقطتين واحد وش معنا هياة لي اشغلات رقم واحد من بعدها شوف خدمة تاعك صحيحة ولا لا لا وش تدير ابدأ طور متمن لازم كي يطور متمن عاود يرجع الاشغلات واحد اروح وشوف خدمت تعنا صحيحة ولا لا لازم نبدأ بالواحد وكي يطور متمن الانتاج عادي لازم نرجعه الواحد اذا هنه نرشط اشغلات واحد من بعدها نهاية التدوير كتعد من نشاطه وش هيصرها هتنشط اثنين وثلاثة وخمسة في اين واحد وتخ نهاية التقديم. وش هيصرا؟ تنشط مرحلة ثنية ستو تخمل الثنين وتبقى تنتظر. بعدها اشغالة ثلاثة كيتحقق نهاية المال تساوي واحد. وش هيصرا؟ تنشط مرحلة ثلاثة ستو تخمل ثلاثة. بعدها كي نهاية الغلق تساوي واحد وهذه مناشطة. وش هيصرا؟ تنشط مرحلة ستة وهذه تخمل. وبعدها اشغالة تحويل مناشطة ونهاية تحويل تساوي واحد منطقي. تنشط مرحلة خمسة ستة وهذا يتخمل. بعدها هذه منشطة وهذه منشطة وهذه منشطة وهذه منشطة وهذه منشطة وتسوي واحد شرق محقق شيسا. تنشط ستة وتخمل وهذا في آن واحد. بعدها تحويل منشطة. ونهاية تحويل النهار لتولي تسوي واحد منطقي. وين عودو نرجع نرجع لاشغولة واحد ومعانتها خدمة تعنا صحيحة. راح تولي متكايرة. اذا امر تهيئة تعي اراهوا صحيح. هذا بنسبة مثال رقم واحد. رحوا لمثال رقم اثنين. استخرج امر تهيئة صعد من متمن قيدة والتهيئة الى متمن انتاج العادي. اذا في الحالة ابتدأ كامل يكونوا مخاملين بهذا الشكل. انا متأكد راح ينتقولوا لي اصلاح جي بيان واحد. اروح اشوف خدمتكم صحيحة ولا لا لا لا. اذا كانت خاطة صحة. اذا كانت خاطة صحة. اذا كانت صحيحة خلوه. اذا لو كان نقولوا ما اصلاح جي بيان واحد. شمعت هذي نشطش. عليها ما ينشطش الجمعة. هذي شبهها منشطة. لازم تكون هذي منشطة وهذي منشطة وهذي منشطة وهذي منشطة بيطور متمن انتاج العادي. اذا امر هذا اللي كتبتو رك غلط. اذا كيف هنصحه? اذا ايه وش هي وش لازم نديره بها يكون متمن صحيح? اذا وش لازم نشط اي صلاح جي بيان واحد واثنين وثلاثة واربعة في آنين واحد. لانه هنالاشغولات الرئيسية كده جي اشغولات رئيسية في الول. كينا واحد اثنين ثلاثة اربعة. اذا واحد واثنين وثلاثة واربعة نشطهم في آنين واحد. صحيح. اصلاح جي بيان واحد اثنين ثلاثة اربعة. بعدها شوف خدمتي سحية ولا لا. كيتحقق نهاية تقديم تشط واحد خمسة. كيتحقق نهاية الماء تشط اثنين خمسة وتخمل اثنين. كيتحقق نهاية الغلق تشط 3 5 5 3 يتحقق نهاية التحويل تشترط 4 6 تخمّل 4 بعدها يتحقق هذا 4 وتسوي 1 شهول 5 بعدها يأتي نهاية التحويل 2 تكون محققة تشترط 6 بعدها تدوئي وصفن مع نهاية التدوئي وصفنين وترجع يرجع يرجع 1 2 3 4 في 2 1 بس كذا ما هو تعاقب واو يجمع هذا ما هو تعاقب واو إذا خدمة تحيحة مع أنت هذا الأمر درت وبدأت نطور في المتمل الإنتاج العديد أو توصلت له إذا خدمة تحيحة إذا ما هو لازم ننبح ذلك على أشغولات رأسية كما هنا كان عندي ربع أشغولات رأسية برسكوا هذا تعاقب واو يبدوا مع بعضها روح المثال الثالث استخرج أمر التهيئة صادر من قيادة والتهيئة إلى متمن إنتاج العادي بنفس الطريقة إذا في حالة إبداية كامل يكونوا قامل متأكد حزين تقول لي أوستر إصلاح جي بيان واحد ما تسرعوش إذا هنا أروح نجربو لو كندير إصلاح جي بيان واحد نشوفو أسكونا غالطة ولا لا إذا كنت نشط هذه الأشغولة ونهاية التحوية تكون محققة وش يصير تنشط مرح تعاقب واو بتنشط أشغولات ثنين لازم تكون هذه منشطة وهذه منشطة وهذه منشطة وهذه منشطة إذا وش هو الحل بها تكون خدمتها صحيحة إذا وش هي الأمر تهيئة هنا يا لازم نهيئوا الأشغولات رأسية والمراحل رأسية هنا كين هذا مراحل انتظار رأسي على كينشطوا هذو ثلاثة بتنشط أشغولات ثنين إذا وش هو الأمر إصلاح جي بيان واحد أشغولة واحد خمسة اثنين مرحلة الانتظار وستة اثنين مرحلة الانتظار أروح التنميذي الأعزان شوف خدمتنا صحيحة ولا لا. نبدأ نطور في المتمنى الانتاج للعادي انطلاقا من هذا الامر. اذا وصلنا ليه نفسه معنا هنا صحيح اذا ما وصلناش ليه انا غالطي. اذا واش قلنا? نشط له هذا الخمسة في اين واحد. هيا نبدأ منها. اشغالة واحد منشطة ونهاية تحويل محققة. تنشط واحد واحد اثنين. وبما ان واحد اثنين منشطة وخمسة اثنين منشطة ستة اثنين منشطة. والاستقبلية تسوي واحد. اح تنشط اشغالة اثنين. بعدها تنشط اشغالة اثنين من نهاية التقديم محققة. هذا تعاقب واو. معنا تنشط ستة وفي نص الوقت تنشط اثنين. وفي نص الوقت نتابع الاسهم تنشط واحد. اذا ها يسرك. حد الان نصدنا اشغالة واحد. نزيد ونكملوا هذا الزوج. رحوا لي بعدها. رحوا الاشغالة ستة. بما ان اشغالة ستة منشطة ونهاية التحويلة واحد وش هيا يصرها. رح تنشط مرحلة الانتظى ستة وثنين. انا كملنا هذي الجه. رحوا للجهة الاخيرة. كتعد نهاية تنشطة واحد تقشط اشغالة اربعة وتخمل ن afford اثنين. كتعد نهاية تشكية تقشطة واحد تقشط اشغالة لخمسة وتقبلра اربعة كتعد نهاية التبريد والفرح تقشط واحد وش هيا يصرها. ها هي تقبل اشغالة خمسة وتنشط ما رحل الانتظى خمسة ستة. رجعنا ك الحلة الابتدائية رجلنا حالة ابتداء معنا خدمة تاعنا صحيحة. هذا بالنسبة للمثال ثلاثة. مثال أربعة. بنفس الطريقة استخرج أمر تهيئة صادم من قيادة والتهيئة إلى مطمئة إنتاج العادي. هذا كامل في الحالة ابتداء يكونوا خاملين. إذن ما تأكد حديدوا لي أستاذ إصلاح جي بيان واحد. حافظينها جميعا ما تحفظوش. لازمنا نخرج. ما معلش. راح نشوف خطأ تاعكم أسكوا ويصلوا هو ما يصلوش. إذن قلتوا لي إصلاح جي بيان واحد. أروح جاو. كنت نشط هذه المرحلة. ونهاية المعايرة والكيل المحققة. تنشط واحد اثنين. ما تقدش نشط أشغالة اثنين. بسكوا له هذه خاملة. إذن كيف نصحوا هذه المرحلة رأسية ندخلها في هنا. إذن كيف نصحوا هذه مرحلة الانتظار. ندخلوها في الأمر التهيئة. إذا وش نكتبو. نكتبو إصلاح جي بيان. هيئ لي أشغالة واحد. وهيئ لي مرحلة الانتظار اثنين. أروح نجربه Raf Dar. نشطه لولا هده. ونشط مرحلة الانتظار. إذا كانت نهاية المعايرة والكيل محققة. تنشط مرحلة الانتظار ووحد اثنين. وحد اثنين منشطة ومرحلة الانتظار خمسة ربعة. ثنين منشطة. وأن شرط محقق. و شي حصل. تنشط مرحلة الثنين. ابتخلون من بعدها مرحلة deferens. منها شغولة ثنين منشطة ونهاية الإنزل المحقق. هذا هو تعاقب. ف Politik في فرع. واحد. المنشط أو تنشط 3 ثلاثة و 5 ثلاثة و 1 ثلاثة سلاثة و 1 ثلاثة آآ نصلنا لها إذن مقارنا 5 ثلاثة 4 ثلاثة 2 إذهبون إلى بعد شغولة 5 ثلاثة einen demokratis وتنشط. تنشط المنشطaman في m więcفدة 5 ثلاثة 2. هذه لا تقزط الزاثة 1 لل buyers. yolk eggingue 3 منتشطة و نهاية التسخن 1 ثلاثة 1 . Woah شغولة 4 ثلاثة 3 ثلاثة 7 ثلاثة NPI الثلاثة 4 ثلاثة... ونرجع لمرحلة 5-4-2 رجعنا للأمر التهيئة التعليلية و 1.5-4-2 إذن أمر التهيئة التعليل هو صحيح رحوا المثال الرابعة من نفس الطريقة استخرج أمر التهيئة صادم متمن قيادة والتهيئة إلى متمن إنتاج العادي سلبية متمن الإنتاج العادي كل ما رح تكون مخملة شكول يميد لها الأمر بتنشيط هو متمن قيادة والتهيئة إذا أنتم ما حتكتبوا لي إصلاح جيبيا 1-5 على بال إذا كنت فهمت أعرف أحنا نشوفه أسكو صحيحة أو لا إذا كنت قلنا نظام يمشي عادي ويطور عادي لازم ينهيئ أشغولة 1 وشغولة 5 أشغولة رأسية كان عندي أشغولة 1 وشغولة 5 وكان جماع حيقولي 5-2 دخوا نشوفه إذا الأول حاجة أش قلتوا لي نشطه أشغولة 1 و5 ونشوف نشطه أشغولة 1 وشغولة 5 نبدأ في أشغولة 1 كنت تعد أشغولة 1 منشطة ونهاية التركيب محاقة تنشط مرحلة انتظار 1 و2 هنا ما تطوش الطوار لازم نزيد نشوفه هذا هذه أشغولة 5 منشطة وهنا نهاية التدوير وهنا وشكين تعاقب في مرحلة 4 ومرحلة 3 و5 نهاية التدوير تسوي 1 ستنشطه 4 و3 و5 و2 في آنين و1 إذا 5 و2 ما نقدش نكتبها هنا بس كون لا مجرد تطوير أشغولة 5 ونهاية التدوير ستنشط 5 و2 تلقائي بعدها روحوا هنا 1 و2 و5 و2 ناشطين وتسوي 1 تنشط أشغولة 2 من بعدها تلميذي الأعزاء روحوا نشوفه أشغولة 4 بما أنه أشغولة 4 منشطة ونهاية التدوير محاققة تنشط مرحلة الانتظار 4 و5 روحوا أشغولة 3 بما أنه أشغولة 3 ونهاية التدوير تسوي 1 وشاح يسرع تنشط مرحلة 3 و5 وهذه تكون خاملة وهذا المتمنبهي طوار لازم هذه تكون منشطة روح نكمل هذا الجزء بما أنه أشغولة 2 منشطة ونهاية التحويل محاققة وهذا وشي وجمع تعاقب وو معناتها تنشط مرحلة 2 و5 معناتها تنشط مرحلة 2 و5 وفي ناس الوقت تنشط مرحلة 1 هذا تعاقب وو إذن وشنقوله تنشط مرحلة 2 و5 وفي ناس الوقت تنشط مرحلة 1 وكما كما تلاحظوا هنا هذا تعاقب محاقق هذه محاققة وهذه محاققة وهذه محاققة تسوي 1 وشح ترجع تنشط مرحلة 5 إذا تنشط مرحلة واحد ومرحلة خمسة ورجعنا الواحد خمسة معناتها إصلاح جي بيان واحد خمسة صحيحة هنا ما نزيدوش خمسة ثنين هذا بنسبة المثال رقم خمسة المثال الرقم الستة كما كنت لاحظوا بنفس الطريقة استخراج لأمال تهيئة كل ما راح اكون خاملة إذا أنا متأكد حتكتبولي اصلاح جي بية واحد وثلاثة اروح مشوف خدمة تاعكم شوفت لي بلي شغلة رأسية واحد وثلاثة وما كتبت لي شها圃 مع خامسة. اروح نشوف خدمة ايضا واحد وثلاثة منشطة اذا واحد منشطة ونهاية العجل محققة تنشط واحد اثنين. اشغال ثلاثة منشطة ونهاية الختم محققة تنشط ثلاثة اثنين مع تلاثة اربعة. مبعدها كنتو هنا يجمع واحد اثنين وثلاثة اثنين اه ناشطين تنشط اثنين مهنة يجمع ما تغضيش تنشط هذي بسكو تعاقبوا ولا زمالي تكون منشطة. اذا خدمة تحكم غالطة. اذا وش هو الامر تهي صحيح? وش لازمنا نكتبو? اذا نكتبو اصلاح جيبيان واحد ثلاثة مع مرحلة الانتظاء ربعة خمسة. اذا نروح نشوفو خدمة تعنا صحيحة ولا لا. اذا نشطوا اشغولة واحد وشغولة ثلاثة ومرحلة الانتظاء ربعة خمسة ونبدأوا نطوروا في المتمن انتاج العادي. تبا كم تلاحظوا اشغولة واحد منشطة ونهاية العجن تسوي واحد تنشط واحد اثنين. ورحوا الاشغولة ثلاثة. اشغولة ثلاثة منشطة ونهاية تخدمة تسوي واحد. وش هيصى? تنشط ثلاثة اثنين وثلاثة اربعة في آن واحد. من بعدها مرحلة الانتظاء واحد اثنين منشطة وثلاثة اثنين منشطة وشرط يسوي واحد. رح تنشط اشغولة اثنين بهذا الشكل. من بعدها تلاميذي الاعزاء. اشغولة اثنين منشطة ونهاية تقديم تسوي واحد. ما الذي ما الذي يحدث هذا تعاقبه وفيه فرعين? راح تنشط مرحلة اثنين وثلاثة مع في أنين واحد مع اشغلة واحد. معتها تنشط ثنين وثلاثة وال احد. كمناها الجهة. راحوا الجهة هذه. ثلاثة Bong Four men Ud ещё petash واشغلت نوع بعدها. تنشط أشغلها ربعة ما عليه وهذا. أشغلها ربعة ومنشطة وهذه الدوران تسوي واحد. ما الذي يحدث؟ هذا تعاقبوه مع تنشط ربعة وثلاثة وخمسة في أنين واحد بهذا الشكل. من بعد تلميذي الاعزاء اثنين ثلاثة وربعة ثلاثة منشاطة وتسوي واحد انتبعوا هذا الخط. وانا راح هذا الخط. راح اشغالة ثلاثة معكها تنشط اشغالة ثلاثة. اذا حد الان خدمتنا الصحة واحد وثلاثة اوصلنا لها. واخر حاجة خمسة منشاطة. ونهاية تدوي تسوي واحد ما الذي يحدث. انتبعوا هذا السهم وانتروح. تروح الخمسة اربعة. اذا هذا الامر التاعي اراه صحيح. اذا امر التهيئة هنا وشي هو لازم ينشط لي اشغالات رأسية اليا واحد وث ثلاثة. وانا ينشط لي المراحل الرأسية اللي هي خمسة اربعة. رحوا المثال السابع بنفس الطريقة استخرج امر تهيئة صادم متمن القيادة وتهيئة الى متمن انتاج العادي. كما كم تلاحظوا هنا قد عندي متمن انتاج العادي حننزوش. متمن انتاج العادي واحد وعندي متمن انتاج عادي اثنين. اذا قد كين امر تهيئة هنح سيكونوا امرين. هيا نبدأوا التلميذي الاعزاء. نبدأوا في المثال الاول اشغالات رأسية وشية واحد واربعة. اذا وبما انه هذا اسمه جي بي واحد واربعة. وهنا عندنا متمن انتاج العادي وشية مرحلة ابتدائية تعقو خمسة. اذا مش نكتبو اصلاح جي بيان ثنين خمسة. اصلاح جي بيان ثنين خمسة. وهنا تلاميذي الاعزاء وصلنا لنهاية الحصة ومنقع لي ينقلكم غير سلام. اشتركوا في القناة